هذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي في رؤيا منامية كان معاوية أخر راتب الحسن بن علي من الخمس المعدل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المال فضاق الحسن بن علي بذلك إضاقة شديدة فأمر بدوات أمر الجارية أن تأتي له بدواه وتكتب لمعاوية تذكره بذلك ثم نام أو أغفى إغفاءة فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له كيف حالك يا بني قال له بخير يا جدي ثم شكى إليه ما يلقى من تأخر راتبه فقال له أدعوت بدوات لتكتب لمخلوق مثلك قال وماذا أفعل يا جدي قال قل اللهم اقذف في قلبي رجائك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين قال الحسن فوالله ما ألححت بهذا الدعاء أسبوعا حتى بعث لي معاوية بأضعاف أضعاف ما كان لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر